اشتركوا في القناة او الفعل الماضي حاضارة هذه المادة كثيرة الحضور كثيرة التداول كثيرة الترداد بين السادة القانونيين المحضر هو تلك الوثيقة او تلك الصحيفة التي تكتب فيها وقائع معينة بلغة معينة واسلوب معين لها مقدمة ولها صلب ولها نهاية ولا بد من توقيع للشهود او ممن قام باعداد هذا المحضر المحاضر كثيرة متنوعة كل مؤسسة او كل سلطة لها محاضرها وابرز المحاضر عندنا هي محاضر سلطات الاستدلال وخاصة محضر التحريات محضر التحقيق لسلطة النيابة وخاصة محضر التحريات والذي يعد ورقة ميلاد القضية الجنائية او الدعوة الجنائية ولا يخفى على حضراتكم ما لهذا المحضر من شروط وعلى رأسها جدية التحريات والمحضر بالنسبة للقانونيين هو اسلوب قانوني له اصوله وله اعرافه وله شرائطه التي ينبغي ان لا يخرجوا عنها المحضر مصدر ميمي كما قد تأتي اسم زمان او اسم مكان بحسب السياق والمساق المحضر جذره حاضرا وفعله الماضي الثلاثي حاضرا تقول حاضرا يحضر حضورا واسم الفاعل هو حاضر الحاضر مع المتهم واسم المفعول هو محضور والصيغة هنا اسم مفعول للفعل اللازم حضرا الفعل الرباعي المتعدي هو أحضرا أحضر يحضر إحضارا فهو محضر وهو الآخر محضر هو محضر اسم فاعل مضموم أوله ومكسور ما قبل آخره وهو محضر اسم مفعول مضموم أوله ومفتوح ما قبل آخره ومنه اشتقت لفظة المحضر وهو ذلك الموظف القضائي الذي يعلن الأحكام وينفذها وبالأحرى أيضا هو يعلنها إذ التنفيذ على الوجه الدقيقي من اختصاص سلطات أخرى إذن نقول عنه محضر لا محضر وقد تأتي في بعض السياقات أنه محضر أي حاضر شاهد بما وقع وذلك في سياقات عدة جمع محضر محاضر تقول محاضر التحقيق محاضر التحريات وجمع محضر محضرون أو محضرين بحسب السياق في حال الجر والنصبي وكذلك فإن المثنى منه محضران أو محضرين بحسب سياقها تقول محضران لا محضران فالمحضر في ساحة القضاء هو الذي يجلب ليمثل أمام القاضي فهو محضر فتقول محضرون ومحضران ومحضرين ومحضرين بحسب سياقها القانوني دمتم فائقين متألقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة